خلينا نقول ليه احنا بنعدل الدستور احنا بنعدل الدستور قولاً واحداً كده عشان الدولة المدنية الحديثة مش الدولة الفاشية الدينية تعود تاني لا الدولة المدنية الحديثة تستمر ويبقى عندنا دولة نقدر نبني عليها أحلامنا اللي احنا بنحلم بها عدالة اجتماعية تعليم صحة دولة قانون كمان دولة ساتة قانون الحقيقة أنا أول يوم كنت في الإمارات بصفتي رئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية وحضرت في الصفارة مع السفير الشريف البديوي يوم الجمعة حضرت مع السفير الشريف البديوي تصويت المصرين في أبوظبي والحقيقة أنا ما لمسته وشاهدته هناك المصرين والجالية المصرية عرفت المؤشرات هتبعى عامل أزاي من أول يوم من أول يوم حقيقة شفت إقبال شديد ويمكن ده ظهر النهاردة السعودية والكويت والإمارات من أهم الجاليات اللي تم التصويت بكلم في الأرقام اللي طلعت من كان أول يومين كانت وصل لحوالي 80% صحيح الحقيقة لمست أن في ناس كتير دكتور محمد خلينا نبقى أكثر صراحة طلعت صوتت على الدستور وما فهمتوش كله أمارتوش بس طلعت تصوت على بقاء الدولة المصرية عارفة أن فيه خريطة لازم تكمل وشايفة السودان وشايفة ليبيا وشايفة الجزائر ده آخر المستجدد أنا ما بتكلمش على سوريا واليمن والفلسطين أنا بتكلم على آخر المستجدد فقرر الشعب المصري الجمعية العموية الشعب المصري أن يبقى فيه استفتاء ودينا شوفنا التلات يام شاء من شاء وأبى من أبى أنه هو يشوه زي ما احنا قلنا مع حضرتك مبارح اللي فيها حاجة حلوة إحنا فيها حاجة حلوة هي دي بلدنا ومناش غيرها لا هنغرق في البحر ولا هنبقى لاجئين في حدنا صحيح